طبعاً عملية مهمة وإحنا دي ممكن اتكلمنا عنها قبل كده بس أنا دايماً أنا وانتي في الكواليس بتحكيني إنها مهمة قوي وإنه في ناس كتير قوي بتغفل الموضوع ده أو ما بتاخدش بالها منها فإحنا بنحب دايماً من خلال وجودك معي إن إحنا من وقت للتاني نذكر الناس بيها صح فخلينا بقى يعني وضح يهامنا كده ببساطة علشان كل المشاهدين اللي شايفاننا دلوقتي يقدروا يستوعبوها بشكل بسيط حتى اللي هم مش يعني ما عندهمش المصطلحات العلمية بتاعتنا يعني على طول بقول يا عظيمة من غير تمثيل غذائي ما فيش حياة أصلاً عملية التمثيل الغذائي أو عملية الايد بالعربي أو الميتابوليزم بالإنجليزي عملية مهمة جداً للبقاء الحياة طبعاً التمثيل الغذائي الناس كتير تقول لك يعني الايد والميتابوليزم عشان عايزين نتحرك عشان يبقى عندنا نشاط أولاً ما فيش ايد ما فيش نشاط ما فيش نشاط بتخش في مود مش حلو طبعاً المود سوينجز اللي هو أنا ما عنديش نشاط شوية كويسة شوية مش قوي بالزبط ما عنديش نشاط أخلص مهامي اليومية أكيد هيجيلك تقاب دي أول حاجة التمثيل الغذائي مهم لحاجة اسمها الطاقات الخفية ما عنديش تمثيل الغذائي هيبع عندي خلل في الهرمونات على طول لأن الطاقة الهرمونات بتطلع من الهرمونات بتروحها لمستقبلاتها في الخلايا محتاجة طاقة نقل الأكسوجين النفس ده كله محتاج طاقة محتاج تمثيل غذائي عملية طرد السموم من الجسم محتاجة تمثيل اللي هو الديتوكسفيكيشن محتاجين تمثيل غذائي المناعة الخلايا المناعية عشان تمشي في الدم وتحارب كل الفيروس والبكتيري محتاجين تمثيل غذائي كويسة طيب التمثيل الغذائي إيه الفيتامين المسؤول عن عملية التمثيل الغذائي وكفاءة التمثيل الغذائي وبقول أن الستات من أهم المكملات الغذائية اللي بتحتوي على أو أعتقد هو الوحيد اللي بيحتوي على عائلة فيتامين به الكاملة هو اللي احنا شايفينه على الشاشة ألب مالتي فيت ألب مالتي فيت رائع مميز جدا مرخص من هيئة سلامة الغذاء آمن ملوش أي أعراض جنبية إطلاقا مناسب للسيدات مناسب للرجال مناسب لجميع الأعمار ببتداء من 13 سنة مناسب للست الحامل الست المرضاعة مناسب لبعد انقطاع دورة الطمث لدى السيدة مناسب لكل أصحاب الأمراض المزمنة من الستات ومن الرجالة اللي عنده ضغط، اللي عنده قلب، اللي عنده سكر اللي عنده كوليسترول هو مناسب لكل الحالات دي ثم تكلمين عن مكوناته يا زينة عشان نعرف برضو هو موجود في إيه يعني كل حاجة أنت بتفسريها أصدقائنا يعرفه هي بتعمل إيه هو طبعا ألب مالتي فيت زي ما أنا قلت في المقاوم الأول مهم جدا لعملات التمثيل الغذائي تاني حاجة عايزة أتكلم فيها أنه الأعلى في تركيز الزينك طبعا الزينك مهم لكل العمليات الحيوية في الجسم الزينك مهم للمناعة جدا الزينك مهم للخصوب عند الرجال جدا الزينك مهم للستات، للشعر، للضوافر، للبشرة مهم لكل خلايا عندي بتتجدد خلايا الدم عايزة زينك المعدة بتحب الزينك جدا طبعا عندي كمان أنه يقوي المناعة طبعا المناعة وانتكلمت على المناعة يبقى لازم أتكلم على فيتامين سي وأتكلم على زينك الاثنين مع بعض قلب مالتي فيت دعم جدا للمناعة أنا مش بكلم بقى المناعة طبعا نحن ركزنا في المناعة آخر ثلاث سنين عشان بسبب الكورونا والحاجات الجديدة لكن لازم نعزز منعاتنا لأي فيروس حتى البرد يا دين طبعا هناك ناس بتتكرم معنا دور البرد كتير جدا حراموا بيه وعندهم وقت طويل قوي عبارة ما يبدأوا يتعافوا وعبارة ما يلحقوا كان يتعابوا بتكون فترة قليلة قوي وعايز أقولك كمان لو هتكلم على التمثيل الغذائي حد عنده برد محتاج طاقة انت بتلاقي ان الطاقة بتاعتك المنتهية طبعا وبقول لأي حد عنده نازلات برد ما يجيش على نفسه وينزل لان الجسم بيسحب طاقته كلها يحارب الفيروس فما ينفعش ان انا اعاند مع جسم ما ينفعش عشان كده بقولوا محتاج راحة راحة تم لان الطاقة اللي بتستهلك من الجسم هي بتستهلك لمحاربة الفيروس والبكتيريا ففايتامين بي وقتها بيبقى مهم جدا كمان للمناعة يعني طيب احنا كده اتكلمنا على مجموعة فيتامين بي قلنا بيتميز بيها ال ال بي او ال با مالتي فيت بمجموعة بي طبعا وفيتامين بي مش بس للتمثيل الغذائي فيتامين بي قوي جدا للاعصاب هو اللي بيقوي اعصاب جسمنا انا خدت بدي كمان بي 12 اصبيت بي 12 دالكو بلا مين ناخده برا دايما بتاخده برا بيبقى اما حقا او اقراس على حسب كل واحد ما بيبقاش دايما داخل مجموعة يعني فيتامينز جوه مكمل غذائي صح فدي حاجة جميلة وكمان انا اللي لفت نظري انا اول واحدة يعني اما جربت ااخده وبصيت فيه فيتامين سي نسبته 500 500 ميلي جرام اه ده كويس جدا ده معدل يومي طبيعي لو انا ده احنا في العادي ما بناخدوش اصلا ما بناخدوش وبعدين انت عندك فيتامين سي الغاية 1000 مسموح 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 كما قلت مناعة ثاني حاجة لتعزيز المتصوص الحديد عشان ما جلناش الامية كويس ثالث حاجة لتعزيز الكولوجين اللي بينقص تدريجيا بعد سن 25 سنة هو الفيتامين سي يا دينا يتخذ يعني انا دتي اخد الحديد اخدو بعدين فيتامين سي ولا ممكن ده يتاخد الصبح وده بالليل ولا لا بتاخد الحديد لوحده حديدين ما بيحبش حاجة معا ما يحبش هذا الواحده وبعدين ممكن اخد فيتامين سي بالزبط بالزبط فيتامين سي كمان حلو جدا جدا للحماية من اشعة الشمس الضرة هذا مهم احنا دلوقتي في فصل الصيف وكله بيتجه لليس ساحل في كريمات اساسا دلوقتي معمولة فيتامين سي طبعا كتير طبعا مستيرم وحاجات البشرة فيتامين سي مهم جدا طبعا هو موجود لو هنتكلم في الاكلات موجود في الحاجات السترس البيتش موجود في البرتقان موجود في الجوافة موجود في الطماطم موجود في الكريز فيتامين سي رائع طيب هو انا عندي بس فيتامين سي لقد انا عندي الزنك كمان الزنك الاعلى في تركيز الزنك هذا اللي بيميز هذا اللي بيميز طبعا ومجموعة بي كلها ونسبة الفيتامين سي وفيتامين سي سوى 70 ميلي جرام والزنك أنا عندي مع الفي مالتي فيت عندي زنك ونحاس النحاس مضل للشاخوخة من الدرجة الاولى هيل فالزنك ونحاس عاملين كليتس مع بعض طيب عندي ايه كمان داخل قلبة مالتي فيت عندي الكالسيوم الكالسيوم موجود بنسبة 70 ميلي جرام ده بيقع مننا كتير قوي ده ده الكالسيوم ده ده مشكلة لانا بيبقى محتاجين ناخد الواحد واحد لما بياخد اكتر من قرص في اليوم بيتوه ساعات الاجهد او انا مكلتش طول اليوم فهاجي هاجي اكل واحد يقول هلس هاخد ده بس النهار ده صح وقاجد ده البكرة فده مش صح برضو الاستمرارية دي مهمة صح لأ والحلوة في قلبة مالتي فيت انكتي تأخذي قرص واحد بس في يوم في كل الحاجات في معظم الحاجات اغلب الحاجات اغلب الحاجات عشان بقى برضو صدقة مع الجمهور يعني انه هو فيه اغلب الحاجات عندي فيتامين ده المهم ان نشوف المونيتر ده مش موجود داخل قلبة مالتي فيت ده ممكن ناخده لكن ممكن ناخده لو فيتامين ده ناقص باخده برا قلبة مالتي فيت ملمة في معظم الفيتامينات لو هتكلم على كل الفيتامينات للمناعة للتمثيل الغذائي للشعر للضوافر للبشرة طيب انكتص داخل قلبة مالتي فيت الفوليك أسد الفوليك أسد دعم جدا لقرات الدم الحمراء الفوليك أسد دعم جدا لعدم تشوه الأجنة للستة الحامل الفوليك أسد دعم جدا بعد ما بتولد ما يجلهاش اكتئاب ما بعد الولادة والسترس اللي بيحصل دي معلومة مهمة بقى بالنسبة دي قصة انه ما بعد الولادة نحن دايما يعني معتقدين انه هي فترة الحمل الاولى مهم الفوليك أسد جدا لكن مش كل دكتة كانت زمان بتكتبه بعد الولادة دلوقتي بقى يتكتب مؤخرا اخر اربع سنين تقريبا حتى الست من قبل ما بتحمل على فكرة وهي بتخط الحمل من دلوقتي تاخده من دلوقتي هو فيتامين رائع الفوليك أسد رائع ومهم لدمها جدا ومهم لصحيتها النفسية جدا صحة نفسية دي مهمة قوي عشان كده بيحصل حاجات ساعات بعد الولادة اكتئاب ما بعد الولادة الصحة النفسية مهمة لكل حاجة يعني بكتير قوي عظيمة بتسمعي ايه ده دخط عصبي سكر عصبي لما منتنرفس جدا ممكن نسبة السكر تعالى في الدم ويحصل خلل في الانسولين الهرمون فأسباب كتير دراسات علمية قالت لك أن الصحة النفسية هي أسباب الأمراض أو الاكتئاب يعني انت عارفة أنه في كفيد لما كانوا فيه يعني ناس أنا مجوزي تعب قالك أهم من التعب حالتك النفسية طول ما انت نفسيتك عارف أنك هتخف والدنيا هتبقى تمام انت هتخف وهتبقى كويس ده نص العلاج نص العلاج واسمعنا كتير عن لقدر الله حد مثلا كان زعلان قوي ومناعته قلد وكانه كنسر صحيح فبتحصل كتير لأن المناعة لازم طول الوقت احنا نحافظ عليها نحافظ عليها نحافظ عليها دراسات بتقولك أن الكنسر فيه دراسات قالتك أن الكنسر مثلا ده جين كامل في الجسم موجود عندنا كلنا وبيحفز مع النفسية والمناعة 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 الأساس فيه والمناعة عايزين نعلي منعتنا يبقى ناخد ألبا مالتي فيت وإحنا مغمضين عينينا وما تفهوش مشكلة على فترات طويلة حينا لما ناخد مكمل غزي قالتك أنا هاخده ثلاث شهور ونوقف وبعدين أكمل ده نسمعه كتير بنسمعه طبعا فهل ده صح مع ألبا ده صح مع فيتامين دال أوكي مثلا أو الفيتامينات الفيتامين ك الفيتامين ألف لو أنا عندي ديستراكشن قوي وباخد تركيز عالية جدا من هذه الفيتامينات القابلة اللي الزوابان في الدهون زي ما الدكتور بقول ثلاث شهور ونوقف شهر ثلاث شهور لو هاخده بكميات بسيطة جدا 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 ما فيش مشكلة ما فيش ضرر أوكي هاي